زلزال مدمر استمر للاحظات لكنه خلف وراءه هذه المشاهد المئات من المنازل المدمرة وأضعاف هذا الرقم من القتلى والمصابين والعالقين تحت الأنقاض شرقية أفغانستان كنا في منتصف الليل عندما وقع الزلزال ودمر منازلنا وعندما وصلنا كان هناك الكثير من القتلى والجرحة أرسلونا إلى المستشفى وهنا العديد من الجثث مركز الزلزال وشدته كان في ولايتي باكتيكا وخوست الواقعتين شرقي البلاد معهد الزلازل الأمريكي أفاد بأن قوة الزلزال وصلت إلى 5.9 درجات على مقياس ريختر ولحقها زلزال ارتدادي بقوة أربع درجات ونصف الدرجة في المكان نفسه كان منتصف الليل عندما وقع الزلزال كنت أصرق أنا والأطفال دمرت أجزاء من المنزل ورأينا كل الشارع من حولنا عجزت السلطات المحلية عن الوصول إلى القرى والمناطق السكانية التي تعرضت للدمار الأكبر واضطرت إلى إرسال المروحيات لنقل المصابين إلى أقرب مراكز للعلاج سلطات طالبان في كابل حثت الوكالات الإغاثية إلى تقديم المساعدة بشكل عاجل وفوري بسبب العجز الذي تعاني منه خدمات الطوارئ في التعامل مع كارثة طبيعية بهذا الحجم شكرا